السلام عليكم هذه رسالة إلى حكومة الباجي قايدة سبسي وإلى حكومة النهضة ونحب نقوله عذرا سيد الشيخ راجل الغنوشي غلطونا فيك عذرا عذرا كي كان نداة تونس فرانس نار في أياماته الأولى كنا نخدمه بقلب ورب وكانوا القياديين من نداة تونس يعلموا فينا كيفاش نعملوا المستحيل بيش نجيبوا الأصوات لنداة تونس لتعديل الوضع وتعديل الكفة في تونس عذرا كي قالوا فيكم راكم إرهابيين عذرا كي قالوا فيكم راكم بيش تهلكوا تونس عذرا كي قالوا لنا راكم بيش تفكونا تونس عذرا كي غلطونا فيكم عذرا اليوم بعد ما انتصر النداء في الانتخابات الرئاسية تشتتت الأعضاء وتشتتت القيادات وتشتتت جميع الأشخاص اللي قامت بالمجهودات من أجل تونس وكان هدفنا هو عالم تونس فبالتالي عذرا حركة النهضة عذرا شيخ رجد الغنوشي غلطونا فيكم اليوم مدوا ليد ومديتوا ليد في الليد وجينا أحنا وبدأنا أحنا التراتير أحنا الزمامير أحنا اللي خدمنا وحاولنا نخدم بلادنا لتعديل الكفة ولتعديل الوضع ولحرية الرأي ولحرية التونسي ولحرية التاريخ التونسي وحرية 3000 عام حذارة فبالتالي عذرا حركة النهضة عذرا سيدي الشيخ رجد الغنوشي نطلب منكم تعذرونا غلطونا 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 لكن ما نشم سيبين علم تونس دي ما يرفرف في قلوبنا وحنا وطنيين وغايتنا لا كراسي ولا مناصب غايتنا تونس تبقى مرفوع ع رأيتها وترفرف في العلالية بانت الأشخاص وبانت الناس وتقاسموا الأدوار وتقاسموا المناصب وتقاسموا الكراسي لكن لن نترك تونس نحن المواطنون المقيمين بالخارج الجالية التونسية التي تمثل 10% من الشعب التونسي لها ما تقول وستقول وستتكلم برنامجنا ومشروعنا اليوم وثيقتنا الكاملة بش نمدوها لسيد محسن مرزوك اللي استقال من حزب كان يعطينا الأمل كان يعطينا الشجاعة بش نواصلوا حراكنا من أجل تونس ومن أجل الاتفاق على رفع ونعودها للمرة الألف راية تونس لكن مناشهم سيبين ومناشهم سلمين يا خيبة الظن فيكم لا هنا في تونس ولا لا هنا في فرنسا ولا لا هنا في ألمانيا ولا في إيطاليا وإلا في أي مكان في أنحاء العالم للناس لخدمة النداء راي الناس هذي لكلها نادمة نادمة عنهار اللي خدمت فيه النداء نادمة عنهار اللي عطت فيه ثقة للنداء نادمة عنهار اللي سمعت فيه الكلام بتاع النداء وقيادية النداء اخدموا تونس فالناس هذي رايز جاية بيشتهلك تونس اليوم نشوفوكم تصافحوا في الناس هذية واليوم نشوفوكم مع الناس هذية اللي انتم غلطتونا فيهم فبالتالي عذرا حركة النهضة عذرا سيدي راشد الغنوشي تحية تونس وعلم تونس سيرفرف ويرفرف أبد الدهر والتاريخ لا يرحم والسلام